وصفتنا لليوم كبة الفناجين كبة الكاسات بحشوة مختلفة خلينا نجدد بالشكل والطعم عندي عزيمة ويلا ندخل المطبخ ونقول بسم الله ممكن البرغل يكون غامق عمقي وممكن يكون كيشف وممكن تخلطي اتنين سوا هون بدي اعمل كمية كبيرة عادة الكيلو برغل بياخد ثلاث كاسات مي من الحنفية مي عادية بردة منحط ملح ورشة كمون وحبة بصل ومنتركها على جنب لمدة نص ساعة وقت ديران البرغل منتفقدة اذا كانت نشفة منبخة بخة ماء ومنقول يا رب منديرة على الماكينة دورين حط السكينة اندعمة بعد ديران البرغل اول دور بضيف الهبرة الخالية من العروق الدهنية مع ملح ورشة بهار ابيض وفلفل اسود وبخلي تتغلغل بالبرغل مع بخة ماء بارد رجاء بارد كتير وبعدين بديرة الدور الثاني مع الهبرة لحتى اخفف عبء التعب على ايدي بهيك تحضير بعود ما بعجنة زيادة عن اللزوم تقول لي خالي اذا البرغل سماسما ناعم كتير اش بسوي بديريه دور واحد ما بدنا البرغل يصير متل الطحين ومتل العجين بدنا البرغلة نتمتع بشكله وطعمه انتبهي صارت عم تتبو دبع البعض رح يقلي يا خالي ممكن احد كيلو برغل كيلو هبرة انتي حرة ممكن كيلو هبرة وممكن للكيلو برغل ثلاثة اربع كيلو هبرة جود بالموجود عجينة هالكبة بتصير للكبة اللبنية للكبة الصينية للكبة المبرومة للكبة الكاسر وعواضل هبرة تبعت الخاروف والعجل بصير هبرة دجاج اسماعيلي هالدبقة هذا الصوت لازم تسمعي قوعك تستعملي مي سخنة شو في البرغلة شلون عم نشوفها بعيوننا ما بدنا عجينة فطاير هاي عجينة كبة لازم نشوف حبات البرغل وتدبع دبع معنا بدنا نشكل كبة الفناجين مي ونقطة زيت امسحي ايدك وجيبي كيس نايلون ومن خلال كيس النايلون حطينا هالدائرة وبابهامك تعملي فتحة بالمنتصف وبتبرميها وبترقيها على كيفك لحتى يطلع معك شكل الكاسة او شكل الفنجان لانه بدنا نحشيها شايفي ما اسهلة هالطريقة هاي بتفيدك لتشكيل الكبة اللبنية وكبة الدراويش لصغيرة اهل الشام بعملوها الكبة المقلية الطويلة الدراويش مشهورين في اهل حلب بعملوها طويلة هاي كبة الشام الصغيرة وحتى اهل حلب بعملوها وبيسموها كبة انابل بتكون هبرتا يا سلام لقلكم نصيحة الكبة المقلية نفس البرغل نفس مقدار نقع الماء ولكن تستسني الهبرة بتحطي بس ميتي جرام واذا ظروفك صعبة لا تحطي هبرة نهائيا بتحطي رغيفين خبز للكيلو برغل وبتساوي كبة مقلية من خلال الماكينة او من خلال هالفنجان انا حبيت اعطيكي طريقة حديثة بالشكل وبالطعم بعد تشكيل هالفناجين اللي بتاخد العقل منجيب صينية مندهنة سمنة وحتى حطي على فناجين الكبة سمنة مشان تترطب من السمنة وما تنشف معك ومنخبزها خبز قليل على مبدأ الكبة المبرومة ما بدنا ياها لون دهبي تنشف معنا دخلتها على الفرن وممكن تقلبية على قفاها لحتى تاخد تلويحة نار من الفرن وبعدين منحط حشوة لحمة مع بصلي نحن قلنا جود بالموجود اصولها دجاج مفروم دجاج بتقلب مع البصل والخضار وبنحطه ممكن بدون خضار وبعمل بشمل خلينا دعمل البشمل قاعدة اساسية كل ما علاقة سمنة او زبدة بتاخد معلقة طحين خطيت هون معلقتين سمنة ومعلقتين كبار الطحين بدي بشمل سميك بدي احط كاسة سائل هالسائل ممكن يكون سائل لحم وممكن نصه سائل لحم ونصه حليب لحتى يكون طعمه غني ومميز بدي بشمل سميك تحريك مستمر ما بدنا يا كابتل حطيت بهار ابيض بيعطي طعم مميز معلقة جسط الطيب وفلفل اسود اذا ما عندك مية لحم او مية عظم ممكن تحطي مكعب ماجي حطيت كاسة جبنة بدي اياها تشط وطمط اخدنا بشمل ولكن سميك اذا تركتي على جنب رح يجمد صار جاهز هالبشمل اسميك والكبة اعملتها قبل ما انام لانو انا عمدي عزيمة حضرتها لكبة الكاسات وحطيتها بتبرويرا زجاجية وغطيتها وحطيتها بالبراد بعد ما شويتها بالفرن يوم العزيمة بحطي لها هالبشمل اللي بياخد العقل واللي عبشت وبيموت طالعنا كبة الكاسات كبة الفناجين حيطي طلن الحشوة وقلتلكون انا ما عندي دجاج بالدجاج لسه اطيب واطيب بوزع هالبشمل اسميك على كبة الكاسات واي شي بيزيد من هالخليط البشمل اسميك برفعه بالفريزر لاي وصفة بيصير ممكن تعمليه ممكن يكون للازانيا ممكن للفوتوشيني الماكرونة ممكن لحشوة فطاير ضيفية جبن سوري لهالخلطة وحشية لفطاير بتاخد العقل ممكن لسنبوسك ضيفي جبن ويا سلام المهم ما في شي بنكب لوقت الحاجة منستعمله البعض رح يسألني خالي ممكن نستسني هالبشمل ممكن حبيبة قلبي خضار مشكلة من درع وفليفل حمرة وخضرة وجبنة وزعت هون مكسرات فستو حلبي وقبل ما يجوا اضيوفي بشعل النار من فوق ومن تحت خمس دقايق وبطالعون مجرد ما تسيح الجبنة حتى بالميكرويف يكفي قمت البشمل بالفريزر وهلأ دا فرجيكم طريقة تقديم بسيطة قبل ما يجوا اضيوفي كبة الفناجين اللي اول مرة على النت بحشوة ما بتخطر ببايبون صعية عجينة عجينة الكبة ولكن اللي بداخلها ما لوا علاقة بالكبة التجديد حلو وفعلا ولا قطيع راح اقسم واحدة من بناتهم البصات احمدي بايدي جربوا ما بتندموا حطوا معا دجاج انا ما كان عندي دجاج حطيت ما وحتى بدون لحمة بلاها بلاها بتجني يعين صبي دمع كبة الفناجين الفين وثلاثة وعشرين دلالي حناوي كبة طعم شديد بتبيد وشي ووشكن بازن رب العالمين بتجني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر